اشتركوا في القناة في البداية كده هنبدأ مع بعض الدرس برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عارفة ان رؤية الانبياء حق بدأ يقول في عام ستة هجرية رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بمنامه انه واصحابه يطفون بالمسجد الحرام اي انه رأى انه هو واصحابه يقومون باداة العمرة فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرهم بذلك وفرحوا فرحا شديدا واستعدوا للخروج معه وبدأ يتجاهز الرسول للخروج للعمرة استعد الرسول ورقب ناقته القصوى وخرجت معه زوجته وام سلمة واستعد فلا المسلمون واخذوا كل ما يحتاجون اليه في اثناء سفرهم ولكنهم لم يحملوا معهم الاسلحة لانهم خرجوا للعمرة اي مناسك دينية وليس لها علاقة بالحرب وده بيدل على السلام ثم انطلقوا الى مكة حتى وصلوا الى منطقة ذي الحلايفة للإحرام للعمرة بروك القصوى علمت قريش بقدوم المسلمين لمكة لأداء مناسك العمرة فتجهزت لمنعهم من دخولها فعلم المسلمون بذلك فسلك الرسول صلى الله عليه وسلم طريقا اخر الى مكة وفي اثناء ذلك توقفت ناقته عن السير فقالوا خلأت القصوى اي توقفت وبركت فقال صلى الله عليه وسلم في حديث شريف ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل هذا الحديث رواه البخاري ثم قرر الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته وفهمه اشارات الله عز وجل له ان يتوقف عن السير في الطريق لمكة وان يستقر في الحديبية والحديبية هي منطقة قريبة من مكة تعالوا نتعرف معنى الحديث القصوى هي اسم الناقة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلأت القصوى كما قلنا من قبل اي توقفت وبركت وامتنعت عن المشي وما ذاك لها بخلق فليس امتناعها عن المشي بعادة لها فهي في العادة غير ذلك حبسها اي منعها حابس الفيل المراد بالفيل في الابره الحبشي الذي اتى به لهدم الكعبة فمنعه الله من دخول مكة بجلوس الفيل وهذا ما فعلته الناقة حنبتدي انتعرف دلوقتي على ارسال قريش للرسول شعرت قريش بحرج موقفها او بصعوبة موقفها فهي التي تقول انها ترى حقوق العرب بالعبادة في مكة ثم تمنع المسلمين من دخولها فطبعا موقفها محرق جدا فبعثت رسولها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من جاء برسالة تهديد يعني انذار ووعيد ومنهم من جاء برسالة سخرية اي استهزاء ومنهم من جاء بسلام وبلغت رسالته فعامله المسلمون معاملة حسنة وكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم اننا لم نجئ لقتال احد ولكن جئنا معتمرين احنا مجناش عشان نقاتل احد ولكن جئنا من اجل العمرة فعادوا الى قريش وقالوا ان المسلمين لا يريدون الحرب ولكن جاءوا بسلام يريدون دخول مكة لاداء العمرة فاسمحوا لهم بذلك ولكن قريشا لم تقبل ايه موقف قريش من ذلك لم تقبل طيب الرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل مين هيرسل سيدنا عثمان ابن عفان طيب اختر الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان ابن عفان ليبلغ قريشا انه ما جاء الا للعمرة وليكي يتفوض عثمان على دخول مكة بسلام بس بعد كده شاع خبر ان عثمان قد قتل على يد قريش معنا سؤال المتفوقين اجيب ما الرؤية التي رآها الرسول في العام السادس هجريا انتظر اجابتكم على السؤال تعال دلوقتي نتعرف على باية الردوان بعد ان ارسل رسول عثمان للتفاوض مع قريش حبسته وشاع انه قتل فدع الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين الى البيعة ماشي فبايعوه على ان لا يفروا وهذه هي باية الردوان تمام ايبا باية الردوان دي المقصود بها ايه عندما شيع او انتشر بين الناس ان عثمان قد قتل بدل الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعو المسلمين الى البيعة رد على قتل واسمان بن عفان والتي نزل فيها قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا نتناول مفردات هذه الاية السكينة تعني الطمأنينة واثابهم تعني كافأهم بالخير وفتحا قريبا المراد بها فتح خيبر حينما عاد عثمان بن عفان من مكة ارسلت قريش سهيل بن عمر للتفاوض فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال لقد سهل لكم من امركم وهذا الحديث رواه البخاري اي اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل فتكلم سهيل طويلا ثم اتفقوا على بنود الصلح تعال دلوقتي انتعرف على بنود صلح الحديبية اول حاجة بدأ يقولي كتب عليه ابن ابي طالب بنود الصلح والتي كانت تنص على اول بند فيها ان يعود المسلمون الى المدينة هذا العام وياتوا الى مكة العام المقبل لاداء العمرة تاني بند فيها ان تتوقف الحرب بين الطرفين عشر سنوات تالت بند من جاء من مكة الى المدينة مسلما يرده المسلمون الى قريش يعني لو حد جيه من مكة عشان يدخل الاسلام ويستقر في المدينة مع المسلمين يرجعوا تاني مين لقريش ومن ارتد عن الاسلام ورجع مكة فلا تعيده قريش الى المسلمين اللي حيرتد عن الاسلام ويرجع مكة لقريش فلا تعيده قريش للمسلمين من اراد الدخول في اي حلف فله ذلك وتجري عليه بنود الصلح اللي عايز يبه في حلف المسلمين ويساندهم فله ذلك ومن اراد ان يساند المشركين فله ذلك ولكن تجرى عليها أو تنفذ عليه بنود الصلح فما موقف المسلمين من هذا الصلح؟ لم يكن غالبيتهم راضين ببنود الصلح مع قريش وحزنوا لرجوعهم إلى المدينة دون أداء العمرة وكان من أشدهم حزنا من هو عمر بن الخطاب لكنهم صبروا وكانوا على يقيم بأن الله عز وجل سينصرهم نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تعالى في آية رقم واحد من سورة الفتح وذلك الفتح هو صلح الحديبية يبقى المقصود بهذا الفتح في سورة الفتح هو صلح الحديبية فقد دخل الناس في الإسلام بكسرة وكان ذلك فتحا عظيما من الله عز وجل وأيضا نصرة للمسلمين ورفعة من شأنهم طيب حنتعرض دلوقتي الموقف أخذ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بمشهورة زوجته أم سلمة لما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الصلح قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا يعني أموا ويبدأوا أنهم يقوموا بالزبح ويحلقوا طيب في الوقت ده قال ذلك ثلاث مرات فلم يقم منهم أحد يعني محدش فيهم سمع لإيه الكلام فدخل صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت له يا نبي الله لا تلومهم بدأت أن هي تهون الأمر على الرسول وتقوله أن هو إيه لا يعاتبهم ولا يلومهم ثم قالت أتحب أن يفعلوا أخرج ثم لا تتكلم مع أحد أو لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر وتحلق رأسك لو أنت عايزهم يعملوا زي ما أنت قلت اخرج ليهم بس ما تتكلمش مع أحد ابدأ أنت افعل هذه الأمور أنت اللي تبدأ بالنحر وانت اللي تبدأ بحلق الرأس ولما انتهى الرسول من وبالفعل قام الرسول وفعله مثلما أشرت عليه أم سلمة فلما رأاه الناس يحلق قامه وفعله مثلما يفعل ثم قاموا بالنحر أي زبح الهدي وتوزيعها لإطعام الفقراء وعاد رسول الله إلى المدينة على أمل العودة للعمر في العام المقبل الدروس المستفادة من صلح الحديبية أولا أنه على المسلم أن يرضى بحكم الله حتى وإن لم يكن يدرك الحكمة من ذلك فسيعلمها فيما بعد ثانيا التأكيد على أهمية الشورى ومكانة المرأة في الإسلام قد تأخذ بمشورتها وتنجح ثالثا حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم متمكن في قلوبهم يسقون بأرائه ويسقون فيما يقول ويعلمون أنه لا ينطق عن الهوى رابعا أهمية طاعة الله ورسوله وأثر القدوة العملية في حياة المسلم إليكم سؤال المتفوقين أجب ما موقف المسلمين من الصلح وهو صلح الحديبية ننتظر إجابتكم على السؤال وبكده نكون وصال نهاية الدرس بتاعنا النهاردة إلى أن نلقاكم في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة